ولكن اسمحولي اروح لصديقنا العزيز جون وهو احد الخرجين وهو من دولة جنوب السودان واسألوا يا جون ازاي التحقت بالاكاديمية الوطنية ازاي دخلت البرنامج الرئاسي سمعت عنها منين بادي لبدء ان برنامج القيادة للشباب الافريقي كان بدأ في بداية عام 2019 في شهر مارس تقريبا تعلمت حين اذ التقديم على برنامج القيادة للشباب الافريقي كان ذلك في مؤتمر في اسوان منتدى الشباب العربي الافريقي اعلن خلال هذا المؤتمر عن هذا البرنامج للشباب في العالم العربي والافريقي لتهديف عفوا لتدريب الشباب من افريقيا ولدي العديد من الاصدقاء في مصر يمكنهم ان يشاركوا المعلومات معي بسهولة حصلت على المعلومات بعد ذلك اتذكر بانني كنت اعمل كمدرس بعد عملي كنت اذهب الى مكتبي وتلقيت رسالة من البرنامج تدعوني لتقدم لهذا البرنامج قرأت الرسالة بعنايا واستشعرت بان هذا التدريب يستهدف الشباب الافريقي الذين عملون على خدمة مجتمعاتهم ورأيت ان هذه فرصة جيدة بالنسبة لي لان ارى مصر للمرة الثانية حيث اتيت الى مصر في 2018 على الفور بعد شهر او شهر ونصف تلقيت الاختار بموعد المقابلة ورأيت ان هذه فرصة عظيمة ذهبت الى المقابلة وتم اختياري كانت المقابلة في القاهرة نعم وهذا البرنامج بالفعل يغير حياتي من الشباب الافريقي من مختلف البلدان التحقت بالاكاديمية وكان الامر فعال للغاية بدأنا نفهم انفسنا بشكل افضل شعرنا ان احلامنا اصبحت اقرب خلال البرنامج التدريبي هذا الامر دائما ادعم هذه التوجهات في مجتمع الفيدباك او التأثير بقى التأثير ده عليه كان عامل ازاي واعتقد يعني اكيد هيكون في تغيير في شكل خطتك للمستقبل بعد التخرج من الاكاديمية او من البرنامج الرئاسي ولكن اسمحولي اروح لصديقنا العزيز جون وهو احد الخرجين وهو من دولة جنوب السودان واسألو يا جون ازاي التحقت بالاكاديمية الوطنية ازاي دخلت البرنامج الرئاسي سمعت عنها منين بادي في بدء ان برنامج القيادة للشباب الافريقي كان بدأ في بداية عام 2019 في شهر مارس تقريبا تعلمت حين اذ التقديم على برنامج القيادة للشباب الافريقي كان ذلك في مؤتمر في اسوان منتدى الشباب العربي الافريقي اعلن خلال هذا المؤتمر عن هذا البرنامج للشباب في العالم العربي الافريقي لتهديف عفوا لتدريب الشباب من افريقيا ولدي العديد من الاصدقاء في مصر يمكنهم ان يشاركوا المعلومات معي بسهولة حصلت على المعلومات بعد ذلك اتذكر بانني كنت اعمل كمدرس بعد عملي كنت اذهب الى مكتبي وتلقيت رسالة من البرنامج تدعوني لتقدم لهذا البرنامج قرأت الرسالة بعناية واستشعرت بان هذا التدريب يستهدف الشباب الافريقي الذين اعملون على خدمة مجتمعاتهم ورأيت ان هذه فرصة جيدة بالنسبة لي لان ارى مصر للمرة الثانية حيث اتيت الى مصر في 2018 على الفور بعد شهر او شهر ونصف تلقيت الاختار بموعد المقابلة ورأيت ان هذه فرصة عظيمة ذهبت الى المقابلة وتم اختياري كانت المقابلة في القاهرة نعم وهذا البرنامج بالفعل يغير حياتي من الشباب الافريقي من مختلف البلدان التحقت بالاكاديمية وكان الامر فعال للغاية بدأنا نفهم انفسنا بشكل افضل شعرنا ان احلامنا اصبحت اقرب خلال البرنامج التدريبي هذا الامر دائما ادعم هذه التوجهات في مجتمع الفيدباك او التأثير بقى التأثير دا عليك كان عامل ازاي واعتقد يعني اكيد هيكون في تغيير في شكل خطتك للمستقبل بعد التخرج من الاكاديمية او من البرنامج الرئاسي